مرحبا مجددا أصدقائي اليوم وبإذن الله تعالى سوف نقوم بحل وشرح اختبار الفصل الثالث في معدة اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الأولى متوسطة النموذج رقم واحد So first, يعني أولا we are going to start with the text يعني رح نبدأ بالنسل تانا Hello, she is Sabrina. She is 12 years old. She lives in Algiers. She has a dog. Every morning she gets up at 5 a.m. She goes to the bathroom. She prays al-fajr. She brushes her teeth and gets dressed. Then, she has breakfast at 7.30 a.m. She goes to school at 7.50 a.m. Her lessons start at 8 a.m., of course, or 8 in the morning. In the afternoon, she has lunch. She does her homework at 7 o'clock. She has dinner with her family. She watches TV and brushes her teeth. Then, she goes to bed at 9.30 a.m. At the weekend, she visits her grandmother. Her grandmother has a canary and a cat. So, we can understand. We will go to a couple ofamen. She says, Hello, she is Sabrina. So, we can see her who says Sabrina. She is Sabrina. She is Sabrina. So, we can imagine that she is Sabrina. She is 12 years old. She lives in Algiers. So, she lives in Algiers. She has a dog. She has a dog. She has a dog. Every morning she gets up at 5 a.m. يعني كل صباح هي تستيقظ على الساعة الخامسة صباحا هي تذهب إلى الحمام يعني تصلي صلاة الفجر يعني تغسل أسنانها ثم تتناول فطورها على الساعة السابعة والنصف هي تذهب إلى المدرسة على الساعة السابعة وخمسون دقيقة صباحا يعني الدرس تبدأ على الساعة الثامنة صباحا أكيد A.M. معنىها صباحا P.M. معنىها مساءن في الظاهرة هي تتناول غداءها يعني هي تقوم بواجباتها أو تحل واجباتها على الساعة السابعة مساءن She has dinner with her family يعني ثم تتناول العشاء مع عائلتها She watches TV يعني هي تشاهد التلفاز And brushes her teeth ثم تغسل أسنانها Then يعني ثم She goes to bed at 9.30 p.m. ثم تذهب إلى السرير يعني تنام على الساعة التاسعة والنصف The weekend يعني في ال weekend في نهاية الأسبوع She visits her grandmother هي تزور جدتها Her grandmother يعني الجدتها has a canary طائر كناري And a cat وقطة إذن هذا كان النص نتعنا النص تتناول نلاحظوا يتكلم حول سابرينا هنا في بنسبة سابرينا وهو أولا في الساعة الأول من النص هنا The first line بدأ يوصف لنا في سابرينا أعطنا her age يعني العمر تحها her name الاسم انتحها Where does she live يعني الموقع انتحها واللوين تعيش وهرباء يعني الحيوان الأليف انتحها قالنا هنا شي هذا دو يعني لديها كلب ثم في العرض هنا يتعاني الساعة بدأ يوصف لنا أو يحكي لنا حول her daily routine يعني الروتين انتحها اليومي من اللي تستيقظ إلى نتنام نلاحظوا بدأ يحكي لنا على الروتين انتحها قالنا Every morning In the afternoon And finally وأيضا تكلمنا على At the weekend يعني في نهاية الأسبوع وين طرح قالنا At the weekend She visits her grandmother Her grandmother has a canary and a cat إذن عندنا Task number one تمانين للأول I read the text Then answer the following questions يعني راح نقلن نص نقلن نص متاعنا وهنا أعطانا زوج أسئلة قالنا Then answer the following questions ثم أجيب عن الأسئلة تالية ها هو كي نص أمامنا الآن عندنا زوج أسئلة number one and number two نقرأ الساعة لرقم واحد سؤال رقم واحد قالنا What time does Sabrina get up يعني على وش هو الوقت اللي تستيقظ فيها Sabrina هنا نحظوا في النص وش قالنا قالنا She gets up يعني هي تستيقظ على الساعة الخامسة صباحا At 5 a.m Every morning she gets up 5 a.m يعني كل صباح هي تستيقظ على الساعة الخامسة صباحا والآن نقدر نعوض شي بسبرينا نقول Every morning Sabrina gets up at 5 a.m الآن السؤال الثاني قالنا What time does she do her homework يعني في أي وقت هي تقوم بواجبتها أو تحل واجبتها هنا في النص وش قالنا قالنا She does her homework at 7 o'clock p.m يعني هي تحل واجبتها على الساعة السابعة مساء and she does her homework at 7 o'clock p.m الآن نحن نروح للتمين لبعدو task number two task two تتمين ثاني I read and take the correct box يعني رح نقرأ ورح نحط هدو العلامة اللي هي علامة صحيح أمام الخانة الصحيحة إذن هنا عندنا مجمع من الجمع عندنا مستعنة ورح نخيل إذا كانت هدو الجمع صحيحة true ولا خاطئة false إذن نبدأ بأول جمع عندنا أول جمع عندنا هنا هي سابرينا is 12 years old يعني سابرينا غمروها 12 سنة هنا رح نقول true صحيح لأنه في النس قلنا she is 12 years old يعني عمرها 12 سنة ثانيا she has breakfast at 2.30 pm يعني هي تتناول الفاتور التح على الساعة الثانية والنصف مساء هنا حنقل also false خطأ حنقل هنا false لأنه هنا يوجد قلنا قالنا هنا في النس she has breakfast at 7.30 am يعني هي تناول الفاتور التح على الساعة السابعة والنصف صباحا وليس الساعة الثانية ونصف مساء الآن قلنا at the weekend she visits her grandmother يعني في العطلة هي تزور الجدتها هنا رح نقول true أي صحيح task number three قالنا I read the text and find synonyms and opposites of يعني رح نقرأ نقرأ النص ورح نلقاه المرادفات أو الأضداد منتع الكلمات التالية إذن عندنا هنا أولا قالنا wake up وشي هو المفردة اللي عندها تقريب نفس المعنى تع wake up عندنا wake up المرادف تحه هو gear up يعني يستيقظ wake up وقرب بمعنى يستيقظ يعني قرب في المعنى قال إذن عدنا am وشو ضد التحه am معنى صباح ضد التحه هو pm يعني مساء الآن gets dressed المرادف تحه dress معنى يرتدي ملابسها ولا نقدر نقول wear يعني يلبس الآن hates ضد التحه هي likes ولا نقدر نقول loves ب master of language task 1 8 لول قالنا I write the time يعني راح نكتب التوقيت هنا راح نكتب التوقيت تعنا إذن عندنا هنا ثلاثة ساعات وكل ساعة فيها توقيت معين إذن هنا راح نكتب التوقيت إذن عندنا الساعة الأولى نقضي هي الساعة الثالثة إلى خمس دقاق يعني نبقى خمس قراء يختص للثالثة او نقدر نقول الساعة الثانية و 55 دقيقة إذن نقول يعني الساعة الثانية و 55 دقيقة أو نقدر نقول أيضا يعني الثالثة إلى 5 دقائق الآن بالنسبة للتوقيت الثاني نلاحظه الساعة الرابعة إلى ربع يعني بقى تربع ساعة توصل الرابعة تماما إذن هنا نقول يعني الساعة الرابعة إلى ربعة أو نقدر نقول ثانية يعني الساعة الثالثة و 45 دقيقة الآن عندنا هنا ساعة 11 و 4 نقدر هنا نقول يعني الساعة 11 و 15 دقيقة ولا نقدر أيضا نقول الساعة 11 و 4 نقوله quarter past 11 task number 2 8 رقم 2 I order the words to get correct sentences يعني راح نرتبو هنا الكلمات باش نتحصلوا على جملة صحيحة إذن عندنا هنا مجموعة من الكلمات راح نرتبوهم أنا get up do question mark يعني على ما تستفهم at what time and you كي نرتبوها الجملة راح تولينا تولينا what time do you get up يعني في أي وقت تستيقظ number 2 رقم 2 نلاحظوا إن الشي doesn't like the gift وعندنا هنا question mark يعني على ما تستفهم يعني هنا راح يكون سؤال يعني راح يكون الفعل من بعدها الفاعل الفعل هنا نلاحظوا doesn't من بعدها الفاعل اللي هو she ومن بعدها نكملوا الجملة like يعني تحب the gift doesn't she like the gift يعني ألم تحب الهدية الآن عندنا number 3 رقم 3 I put each word in the right place يعني حنحط كل كلمة في المكان الصحيح هنا عندنا 4 كلمات راح نصنفهم حسب pronunciation تحب الاس نتاح لاحظوا هنا تستنطق z z or z as or is يعني على حسب النطق عندنا الكلمة الاولى lives lives نحظوا نتقطع هنا عندنا z lives الآن عندنا brushes brushes نتقطع هنا is brushes starts starts يعني يبدأ starts نحظوا نتقطع s dogs يعني كلاب عندنا dogs نتقطع z dogs part 2 الجزء الثاني الآن حندنا وضعية الإدماجية written expression your american friend يعني صديقك او صديقسك من امريكا wants to know about your daily activities يعني بغا تتعرف او بغا يعرف حول الروتين اليومي انتعك write a short paragraph راح نكتبو في قراءة قصيرة باش نتقطع باش نعرفوهم بالروتين اليوم انتعنا الآن عندنا الوضعية الإدماجية dear charlie i am very happy to hear from you يعني عزيزتي charlie انا جد سعيدة لسمع ميكي my name is hana i'm 13 years old انا اسمي حنان عمري 13 سنة everyday كل يوم i get up at 6 o'clock in the morning كل يوم استيقظ على الساعة السادسة صباحا i make my bed and wash my face and brush my teeth يعني كل صباح عندما استيقظ يعني استيقظ على الساعة السادسة صباحا ارتب سريري اخصي الوجهي انظف أسناني او افرش أسناني وارتدي مرابسي then i have my breakfast at 6 and half o'clock ثم اتناول فطوري على الساعة السادسة ونصف صباحا i am of course after that بعد ذلك i go to school وبعد ذلك اذهب إلى المدرسة and after 4 hours i come back home وبعد 4 ساعات اعود إلى المنزل and take a little break واخذ قسط من الراحة after that بعد هذا i have lunch يعني اتناول غدائي and take a nap ثم استريح او اخذ قيلولة watch a bit of television يعني اتفرج television television tv and do my homework واقوم بحل واجباتي and have a snack after that ثم يعني اتناول وجبة خفيفة بعد ذلك watch watch then يعني then معنى ثم watch a bit of television and do my homework and have a little snack after that i do a little bit of reading يعني بعد ذلك بقليل اقوم هنا بالقليل من القراءة والكتابة then help my mom cook dinner ثم اساعد امي على and in the end guys i want to thank you so much for your support and for today's saying teachers can open the door but you must enter it yourself chinese proverb and thank you وشكرا هذه كانت حكمة صينية واشكركم مجددا على دعمكم good luck بالتوفيق and goodbye ومع السلامة